قرابة قرن من الزمن مضى على تأسيس الجمهورية التركية شكلت الفترة الأولى فيها بداية ظهور أحزاب اختلفت على شكل تركيا الجمهورية ما بين تيار يميل إلى الغرب وتيار طالب بأن تنطلق الجمهورية الناشئة من مبادئ إسلامية وفي خضم تجاذب تلك التيارات قطعت تركيا عدة مراحل حتى وصلت إلى شكلها الحالي ولعلاقة هذا الموضوع بالانتخابات الرئاسية المقبلة عقد بيت الإعلاميين العرب في إسطنبول محاضرة فكرية بعنوان الانتخابات الرئاسية وتاريخ الأحزاب التركية ألقاها الدكتور بارات أوزبك أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميديبول وتطرق المحاضر إلى المحطات الفاصلة في تاريخ تركيا بدءا من تأسيس الجمهورية ومرورا بالانقلابات العسكرية حتى وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم الحدث الذي اعتبره الدكتور ولادة للديمقراطية الحقيقية ورغم الاقتلاف السياسي بين الأحزاب إلى أن ثوابت الإيمان بالدولة التركية كانت موحدة لا يوجد اختلاف جوهري بين الأحزاب السياسية التركية على مبادئ الجمهورية الأساسية وتنافس التيارات كان في إطار الديمقراطية التي وجدت فضاءها الواسع بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة كما رأى المحاضر أن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016 وضعت تركيا أمام تحديات خطيرة على المستوى الداخلي والخارجي وألقت بظلالها على الانتخابات الرئاسية المقبلة وباتت متطلبات الناخب التركي اليوم مختلفة عن السابق بحسب ما رأى باحثون عقبوا على المحاضرة الناحية الاقتصادية هي أولا لأنها تمثل الجمهور الأكبر الناحية الثانية هي التحزب هناك تحزب عند الأتراك بالنسبة لبعض الأحزاب اليساري أو اليميني وإذلك هذا أيضا سيلعب دور في الانتخابات القادمة ما قبل الرابع والعشرين من حزيران المقبل ليس كما بعده فالرئيس القادم ذو صلاحيات واسعة ستودع بها تركيا النظام البرلماني السابق إلى نظام أكثر استقرارا وقوة الآن من برلمانية إلى الرئاسية حكم الرئاسي كالحكم الرئاسي في أمريكا تنتقل تركيا إلى هذا الشيء وهذا يكون له تركيا مؤسسيا ستكون أقوى وسيكون لها دور مهم جدا هنا في داخل تركيا اجتماعيا ثقافيا وسياسيا أيضا وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن شكل تركيا القادمة في خضم ظروف إقليمية عصيبة